سأتابعهما مع غيرهما من الملفات لسيما مستجدات قضية الفنان زياد داعتاني وذلك بهذا اللقاء مع أمين السر العام بالحس تأدوم الاشتراك الاستاذافر ناصر صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك بداية اليوم يوم المرأة العالمي بدي عيد كل يعني اتوجه بالمعايدة لكل النساء وبالتهنئة أيضا لهذا الرقم المرتفع من المرشحات أول مرة بتاريخ لبنان هم يدخلوا على الندوة البرلمانية بدنا نشوف إذا هالرقم بيعكس كمان يعني إمكانية دخولهم بهذه النسبة على الأقل 10% للندوة البرلمانية دعنا نبدأ بهذا العنوان حيث كاريكاتير دايلي ستار تحت عنوان يوم المرأة رسم سيدة تنطلق صعودا نحو التغيير وهي تجر عربة صندوق اقتراع تحمل عبارة أكثر من 100 امرأة وترشحنا للانتخابات هلأ طريقة لوع بس رح توسل على التغيير يعني منا سهلي أعتقد أولا بدوم صوتي لصوت إكسترولا بمعايدة المرأة توجيه التحية لإله على كل ما تقوم به ومن البيت للمجتمع لكل الميادين الأخرى اللي عم تثبت فيها المرأة بأنه هي جديرة بتحمل المسئولية وتبوق المواقع المتقدمة وأحيانا تتفوق على الرجل بعتقد هيدي يعني مسألة صارت ورانا ببلد مثل لبنان يعني بتعتقد فيه إيمان عند الكل بدور المرأة هلأ الإشكالية أنه ما عم تقدر المرأة يعني هيك تدخل للمواقع السياسية الأساسية بنفس المستوى والحجم من المشاركة مثل الرجل هذا صحيح وهذا بيحتاج لخطوات يعني كبيرة داخل أولا القوى السياسية من جهها أنه هي تفتح الأفق والفرص للمرأة بأنه تتصدر وتكون بالصدارة بالمواقع وبالأدوار لا يتحلى المجال أيضا لتروح على الخطوة الثانية وهي الدور والموقع السياسي ليش الحزب الاشتراكي ما فتح هالمجال؟ بهذه الدورة مع أنه في مرشحات درزيات يعني عم نشوف مستقلات المسألة مش مسألة يعني أنه نحنا كنا مع خيار المرأة أو عدم خيار المرأة بالترشيح مش هيد القاعدة بتعرفي تماما سترولا وهذا واقع الحال بلبنان باختيار المرشحين عندك عدة اعتبارات أحيانا يفرض الواقع عليك أكتر ما أنت بتقدري تتحكمي تتحكمي فيها عدة اعتبارات المسألة يعني باختيار المرشح منها هيك تقدري تسقطي المرشح مجرد أنك تسمي مرشح فقط بتكون المسألة سهلة وسلسلة انتخابيا تعرفي هذا الشيء تماما في واقع انتخابي معين أحيانا بيفرض معطياتها معينة واعتباراتها معينة بيخلي القوة السياسية تروح باتجاه هؤلاء المرشحين أو غيرهم يمكن عند أطراف أخرى تكون المسألة أسهل من عند أطراف تانية ولكن إن شاء الله بالمستقبل بيكون هذا الأمر متاح يعني على الأقل بتم العمل على تهيئة أجواء تتيح بأنه يكون في مرشحات إن شاء الله بالمرحلة اللي جاية بس أنا اللي بأكد لك يا على الأقل على المستوى القرار والإرادة والإدارة الحزبية هذا الأمر يعني فتح لإلو الأفق بشكل كبير فتح لإلو الأفق بريس وريد جنوات من الآن فصاعدا يعني لا سابقا لأنه ما في هذا العنصر النسائي بصفوف الحزب التقدمي بالعكس أنا بعطيكي رقم رقم دقيق بالأعداد بالحزب ومؤسسات الحزب بالمنتميات يعني بالحزب ومؤسسات الحزب باللي منتسب يعني المنتسبين للحزب ومؤسسات الحزب هناك 30% مرأة في الحزب 30% وأنا بشوف خلينا عمل مقارنة مع باقي القوى السياسية اثنين داخل مجلس القيادة للحزب هناك مشاركة فعلة بمجلس القيادة مشاركة فعلة للمرأة ووجود وبالانتخاب هذا الأمر يحتاج إلى أن يتطور للخطوة السياسية هذا صحيح ما حدا يعني مش ناكرين هذا الأمر نحن على المستوى النيابي بالدور السياسي ربما بالمستقبل يعني يتاح هذا الأمر إن شاء الله الإرادة موجودة مثل ما قلت والإدارة موجودة يعني تفكيرنا على مستوى الحزب وبتعرفي تماما يعني رئيس الحزب في مسألتين دايما بيركز عليهم بالحزب بيعطيهم المجال الكافي والدعم الكافي هن المرأة والشباب بشكل دايما في أبواب تفتح لألن للمشاركة وللأدوار إن شاء الله بالمستقبل يكون في يعني تطيح فرصة مباشرة لدور مباشر المرأة والشباب إن شاء الله بأي حال نحن على مسافة 57 يوم من ستة أيار سازافر وبعد ما انتهى باب الترشيحات قريباً سيبدأ موضوع إعلان اللوائح والتحالفات هذا الأمر بحسب المراقبين قد يؤدي إلى سقوط ترشيح عدد من الأشخاص لأن ما راح يقدروا يكونوا من ضمن لوائح معينة بتفتكر هاي دي إحدى العقبات أمام الأنون الجديد قصة الاندواء بلوائح وقبل ما نحكي عن كما قيل اليوم الاتفاقية التي تحقق بين الحزب الاشتراكي ومن سيخود معه الانتخابات المقبلة لا شك أنه الأنون نفسه سترولا عقد مسألة التحالفات لدى كل القوى السياسية لأن بعض الأطراف أو معظم الأطراف السياسية وجدت نفسها بخصومة انتخابية مع حلفاء وبأماكن أخرى الأخصام وجدوا نفسه الحلفاء يعني هاي المسألة فرضتها طبيعة القانون نفسه والمصلحة الانتخابية نفسها للأطراف جعلت من الأخصام حلفاء ومن الحلفاء أخصام ببعض الأحيان لبكت الجميع أربكت كل القوى السياسية وبالتالي أخرت أو أطالت من أمد المفاوضات بين كل الأطراف وهذا أمر بعتقد الكل المقر فيه والكل عم بيحكي عنه والكل عم بيصرح والدليل على ذلك أنه ما في طرف سياسي حتى الآن أنجز تحالفاته بشكل كامل حتى الحزب التقدم الاشتراكي يعني اليوم مجريدة الحياة مثلا أشارت لاتفاق نهائي حصل بين الحزب الاشتراك كتيار المستقبة للقوات اللبنانية بخوض الانتخابات النيابية بدائرتها يشوفوا عليه والبقاع الغربي ورشاية على لائحتين موحدتين يعني وين موجودين هالمكونات هناك تقدم كبير بهذا الاتجاه ولكن يعني انضاج واظهار واخراج هذا التفاهم طبعا يحتاج للعديد من الخطوات اللي عم ينشغل عليها وعم تترتب لكن بالمبدأ هناك تقدم كبير بهذا الاتجاه حصل باليومين ثلاثة اللي مضوا إن شاء الله الأيام المقبلة يعني تحدد مواعيد لإطلاق هذا إعلان هذا التفاهم تعالوا بعبدا من ضمنه بعبدا من ضمنه كمان مع القوات والمستقبل نعم إذن ما قيل عن تمسك النقب وليد جنبلات والإستاذ تيمور هلأ بالوزير السابق ناجي بستاني وكان عقبة أمام القوات اللبنانية حل حالة هالمسألة يعني مبدئيا التفاهم اللي عابين حكى عنه يعني حل حالة هذه إبل دكتور جعجع بهالموضوع عم بقول التفاهم يعني حل حلت يعني هذه المسألة اللي عم بت لإلعاق بالإستاذ ناجي البستاني ولكن ما بدي أدخل بتفاصيل كل هذا هذه المسألة خليني بالعنوان الأساسي هناك تقدم كبير باتجاه هذا التفاهم اللي ذكرتي حضرتك الأيام المقبلي ستكون كفيلة بإخراج وإظهار يعني كمان احتراما للأطراف الأخرى سواء طيار المستقبل أو القوات اللبنانية وبالتالي إعلان أي أمر أو إخراجه وترتيبه لأنه آخر شيء نحن أطراف شركة وحلفة علينا أن نحترم أيضا مسألة أنضاج أي تفاهم هو مسألة مشتركة فيما بيننا يعني بيتم التعاطي معه بالأيام المقبلي إن شاء الله لم يعود متبسكا النائب وليد جنبلات بالنائب فادي الهبر بعلاي يعني خليني عبول ما بدي أدخل بكل مقبلي يعني في اليوم عفوا بأسرار الأخبار أنه نقلن عن قيادة كتائبة بعلاي أنه صار في اتفاق بين الكتائب والاشتراكة شبه منجز على قاعدة دعم النائب فادي الهبر خليني أقول يعني كله بإطار الكلام الإعلامي شيء والمسار المفاوضات شيء تاني لا شك بأنه نحن الخيار الأساسي كان عندنا بكل صراحة لدى كل الأطراف وهذا الكلام أعلن رئيس الحزب مرارا ومتكرارا بأنه نحن من دعاة تفاهم واسع مع كل الأطراف السياسية بالجبل وهذا الأمر برأينا كان فيه إمكانية لأله لم يكن مستحيلا إنما تضارب المصالح الانتخابية بين الأطراف أدى إلى ما أدى إليه هذا الأمر هذا العنوان اللي طرحناه التفاهم الواسع الشراكي الواسعة تحت يعني مبدأ تحصين المصالحة تحصين وحدة الجبل خلينا أنه نحن نمد إيدنا للكل نتفاوض مع الكل ونحكي مع الكل بكل صدق وبكل إيرادة نعم يعني طيبة لتحصين هاي العنوان اللي عم نحكي عنا اللي مؤمنين فيها بأنه هي بنهاية المطاف حماية وحصانة للجميع هذا الأمر كان فيه كلام مع طيال وطن الحر وكان فيه كلام مع القوات اللبنانية وكان فيه كلام مع الكتائب ويعني كنا من دعاة هذا التفاهم الشراكي الحرف العريض لمصالحة حماية لمصالحة الجبل قصة النائب محمد حجار الحلت؟ يعني حتى هذا عن طيار المستقبل ليعلم مرشحينه يعني فيه تمسك ببلال عبد الله؟ يعني بالنسبة لإلنا مع حفظ الألقاب أكيد معد عنا مرشحين من برجة لحتى لي من تمسك ببلال ما عنا مرشحين من برجة نحن لنتمسك ببلال لأنه الصيغة المنشورة اليوم عن الموارنة جورج عدوين ناجي بستاني غطى صخورة مروان حمادي وتيمور جميلات عن الدروس محمد حجار وبلال عبد الله عن السنة نراتوا من نفس المنطقة يعني ما بتزعله كمان المناطق التانية بها الطريقة؟ لا لا المسألة مش هيك يعني بالسياسي مش هيدا مع تفاهم كل الاعتبارات طبعا ولكن نحن بالنسبة لأننا عم تسألين إذا نحن متمسكين ببلال عبد الله نحن المرشح الوحيد عندنا بالأقليم هو ببلال عبد الله ما عنا غيره لنفكر بخيار تاني مستقبل عنده غير دكتور حجار لا أعرف إذا فيه يعني بأعتقد بكل المناطق عنده خيارات تاني يعني يمكن هذا من ضمن الطريقة اللي بيتعاطى فيها بالانتخابات بيرشح عدة مرشحين بنفس المنطقة ولكن هذا بنهاية المطاف خيار تيار المستقبل وبانتظار أن يعلن خياره نهائي بإقليم تيترك المقعد الدرزي التاني بعليشة غيرا كالعادة وماذا عن المرونة التانية يعني كمان أنه ما صار في حاجة عن هالموضوع أنا لاش نبدي أدخل كتير بهذه التفاصيل يعني اليوم كلها هذه محدوطة بلزر السحر بس لألك ما بدي أدخل بهذه التفاصيل بصراحة لأنه هذا الأمر يعني أولا مرتبط بالحلفة من جهة الشركة بهذا التفاهم من جهة اثنين مرتبط بأشخاص وبمرشحين كمان يجب أن يكون هناك كلام معهم مباشر وبالتالي علينا أن نحترم الخطوات يعني اللي بتمهد وبتظهر هذا التفاهم بشكل أو بآخر سواء مع الحلفاء أو مع المرشحين يعني اللي هن معنيين فيهم أكتر من طرف سياسي خلينا ننتظر يعني المبدأ هذا التفاهم مثل ما قلت تقدم بشكل كبير الخطوات البيضية لإلو تحتاج بعض الأيام حتى يتم أظهر هل سيشمل هل تفاهم كل القوى السيادي؟ سؤال ترحه اليوم عامر مشموشي بجريدة اللواء علما أننا على مسافة يعني اليوم 8 أدار وبعد أسبوع 14 أدار على مسافة أيام قليلة من هذا النهار التاريخي يلي بعده رغم كل التطورات السياسية بالبلد بعده بيعني كتير للبنانيين ممكن تكون عودة للمشا من القوى السيادية؟ أولا أكيد بيعني هذا النهار هذا النهار الوطني نهار سياسي كبير ونهار سيادي كبير ونهار حمل مجموعة من القيم الأساسية عقب اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري سواء بالسياسة أو قيم الوطنية العامة بالسياسة بيعني في تلك المرحلة وما كان مرتبط بالوجود السوري وغيره سيادة وحرية واستقلال لبنان المرحلة اختلفت المرحلة السياسية نحن بمرحلة سياسية مختلفة أولا العلاقات السياسية تدخلت ببعضها لدرجة خلطت 8 بـ 14 و 14 بـ 8 لدرجة كبيرة جدا وهذا الأمر بلش من 2008 مع التسوية الرئاسية التي حصلت بانتخاب الرئيس ميشان عون رئيس الجمهورية ودولة الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيس للحكومة بتفاهم أساسي بانتالي الوطن الحر وطيار المستقبل خلط الأمور لدرجة كبيرة ما عد فينا نحكي عن هذا الاستفاف بالمعنى السياسة 8 و 14 هذا بأعتقد أصبح من الماضي ولكن إذن المعيار اللي ستخاد على أساسه الانتخابات شو هو؟ يوم رفيق خوري بقول أنه المعيار الأهم هو ربح المقاعد بصرف النظر عن الطريقة بتوافقوها الكلام؟ خليني يقول يعني في قوى سياسية أصلاً عم بتجاهر اليوم قريت لأحد النواب تصريح بإحدى الصحف واضح أنه المصلحة الانتخابية بتقطضي هون هالتحالف وبتقطضي هون بتحالف آخر لا شك بأنه المصلحة الانتخابية وهي مش شغلة عيب المصلحة الانتخابية تفرض على كل الأطراف أنه يخذوها بعين الاعتبار بتحالفاتهم وتفاهماتهم الانتخابية ولكن لا أنا ما فيني أحكي عن الحزب التقدم الاشتراكي ورئيس الحزب الرئيس وليد جون بلات بأنه المسألة عنده فقط مسألة الحسابات الانتخابية غير صحيح لا معلاش أنا هذه المسألة بإحكي عنها بكل وضوح وإحكي عنها بكل اعتزاز لأنه رئيس الحزب كان عنده عنوان سياسي لهذه الانتخابات قبل أي شيء آخر وقال من البداية نعم وقال من البداية بالنائس مقعد بالزائد مقعد مش مهم المهم في إنجاز وطني سياسي كبير تحقق علي أنه أنا حافظ علي عم بدعي الأطراف الأخرى ليشاركوني بهذه المحافظة على هذا الإنجاز الوطني الكبير وبالتالي لا نحن عندنا عنوان سياسي للمعركة حاولنا قدر الإمكان أن ترجم هذا العنوان السياسي بتفاهم عريض بتفاهم عريض لأنه هذا العنوان السياسي بالنسبة لنا حصاني لنا وحصاني للأطراف الأخرى وحصاني لجمهورنا وحصاني لجمهور الأطراف الأخرى لأن الجبل له خصوصيته سترولة كل الناس تعرف هذه المسألة له خصوصيته التاريخية له خصوصيته بالحرب وخصوصيته بعد الحرب لذلك لا نحن عندنا عنوان سياسي ولا مرة خضنا انتخابات بتاريخنا السياسي كله سوى من كمال جنبلات لوليد جملات وفي المستقبل مع تايمور جملات ولا مرة خدنا انتخابات فقط بحسابات انتخابية صافة بعد سبعة أيار رح توصل مجموعة إلى مجلس النواب التحالفات بكرة كيف رح تكون يعني كان قبل تبقى 8 و 14 من بعد سبعة أيار رح تكون مع العهد وضد العهد رح تكون تم موضوعات على القطعة يعني حسب الملف بمجلس النواب وهون بيضة القبان هل متازل المختارة هي بيضة القبان أم التيار الوطني الحر مثل ما قال اليوم خليل خوري بالشرق بغض النظر عن التوصيف بيضة قبان أي يعني هي المودريتر فترة من الفترات هذا التوصيف أخذ أخذ بعده مدى نتيجة معادلة السياسية من 2011 وبالطالع دور المختارة ثابت بكل الأحوال بغض النظر عن التوازنات النيابية في المجلس النيابي ودور الحزب التقدم الاشتراكي ثابت في كل الأحوال بغض النظر عن التوازنات لأنه هذه التوازنات متبدلة يعني أحيانا توازن معين يعطي لطرف سياسي دور يعني متقدم أحيانا بيسلب منه هذا الدور نتيجة التوازنات وظروف وتسويات معينة هذا أمر بالحياة السياسية اعتدنا عليه في لبنان طبيعي جدا إنما شيء ثابت أنا برأيي أن هذه الانتخابات مهما كانت نتائجها لن تغير بجوهر المعادلة السياسية في لبنان بمعنى أنه بغض النظر حتى عن الأكثريات والأقليات في المجلس لأنه بعتقد الكل إذا مش مسلم يجب أن يسلم بأنه لبنان بلد توافقي وبالتالي المكونات الأساسية بمعزل عن أحجام الكتل النيابية في المجلس النيابي لكل مكون من هذه المكونات رأي حاسم في أي أمر يطرح على السياسية يعني خوف المجتمع الدولي من أنه تكون الأغلبية لحزب الله وهيك ما له مبرر أنا بعتقد حزب الله وحلفائه يعني هلأ بنهاية المطاف حزب الله حزب لبناني رح يخوض الانتخابات ويحصل على كتلة نيابية هلأ شو الحجم اللي بيحصلوا مع حلفائه داخل المجلس النيابي بعتقد آخر شي الانتخابات بتفرز هذا الأمر طبعا هون فيه كمان كيف يتعاطى حزب الله مع هاي المسألة في حال حصل على أكثرية نيابية معينة أو لا حتى حزب الله معني بدي يقول جاب الأكثرية هو حلفائه معني أنه يركن أيضا للمعادلة اللي بتقول أنه لبنان بلد بلد توافق وهذا الأمر كان مطلب أساسي عند حزب الله وحلفائه كانت الأكثرية في مكان نتذكر من 2005 ل2008 كان المطلب عند إذا بنشكر نظرية الثلثة الضامن والثلثة المعطل والديمقراطية التوافقية في لبنان لمكانت الأكثرية في مكان آخر فبالتالي هذا المنطق حتى لو حزب الله حصل الأكثرية في مجلس النواب هذه المعادلة اللي بنهاية المطاف بتحكم لبنان وإذا مش هاي المعادلة حكمت لبنان نحنا منكون رايحين على إشكالية بأي مرحلة من أجل ذلك قيل استاذافر أنه كل هدف حزب الله غير قصة المعاعد الشعية اللي هم طمنا بالوا منها حصد مقاعد سنية ومسيحية وحتى يمكن درزية لنزع هالحجة قصة التوافقية ديمقراطية التوافقية هايك ما بعد في حجة عنده من مشكل لا بس لقول شغلي بس لقول شغلي لأنه يعني هذا المنح إذا رحنا لقلو بالولد نحن رحين على مشكلة كبيرة يعني إذا من هلأ التفكير هايك والمخطط بهذا الاتجاه معناتنا نحن رحين على صراع وراحين على مشكلة الميثاقية حتى تؤمن بوقتها مثلا كان فيك تجيب وزراء الشيعة وقتها رح تقصة الميثاقية غير وضع يعني فيك تجيب فريق معه سلاح عنده وهرى عنده هايبه عم بحكي عن الميثاقية كان فيك تجيب وزراء من يعني شيعة مثلا بالحكومة اللي كان برأسها دلت الرئيس الرئيس سانيورا بس هل كان بيعتبر الطرف الآخر مجرد وجود وزراء شيعة بحكومة معينة هذه الميثاقية توفرة لا ما عمله حكومة مع الرئيس مئات من دون المكون يعني الممثل هذا السؤال هذا السؤال يطرح بالتالي الشرعية الميثاقية لتخديها أنت بديك تخديها من المكون الأساسي يعني اللي هو بيمثل سواء الطيف السنية أو المكون المسيحي أو المكون الشيعي أو الدرزي أو غيره ما فيك تجيب يعني مننسى أي أشخاص أو أي وزراء أو أي نواب وتقولي هذي بيمثله المكون هذه مسألة يعني هلأ عم نستبق كتير الأمور بتحليلات باعتقد مش وقتها ولا أنا شايف المنحة بالبلد رايح بهذا الاتجاه خلينا نخطب هالقصم لأنه صار لازم ناخد أول بريك مع أرماو حمسي وكاريكاتور النهار رسم أولا صورة مرشحات ومرشحين شبان مع شعار انتخبوا الدم الجديد ورسم صورة مرشحين كبار بالسن عم يدخلوا سيجار مع شعار انتخبوا بالروح بالدم ليش عم تنحط الأمور وكأن الطبقة السياسية أو النواب السياسيين والسياسي الحاليين هم غير يمكن مؤهلين أو فاسدين يعني مثل وكأن مجموعة لأنه عندك مشاكل خلينا نقول بكل صراحة خلينا نسمع جوابك إذا طويل بعد البريك خلينا ناخد البريك وبعد ومباشرة منعود لمتابعة الحالة إذا نعود إليك سيد زافر ناصر لنتابع حديثنا قبل البريك كنا عم نشوف كاريكاتور النهار يعني تدعى وكأن الناخبين أمام خيار إما تنتخبوا المرشحين الشباب الدم الجديد أو بتبقوا على شعارات بالدم بالروح وهي شعارات الزعيم وكأن الجيد مقابل السيء يعني الأقل جودي ليش الأمور عم تأخذ بهذا الشكل هيك بالإجمال بتون تمييز لأنه ما في شك أنه نحن بواقع غير سليم في طبقة سياسية أدارة البلد بنهاية المطار ما فينا نقول نحن أنه المشاكل اللي موجودة فيش حدا مسؤول عنها هذا منطق غير سليم في شريحة سياسية وما بدي برق يعني ما بدي شيل حالنا نحن كطرف سياسي من هال الإدارة السياسية اللي كانت بغض النظر ومن تحمل المسؤولية أو لا هذا يعني أمر آخر لأنه نحن عندنا محطات نعتز فيها بإدارتنا السياسية وبوجودنا بهذه الدولة وإدارتنا وبأداءنا النيابة لدينا محطات مشرقة نعتز فيها نعم ما بدي يفوت بمزايدات أنه نحن كنا مناح وغيرنا ما كان منذ متى كانت هالمسألة هي بأساس قناعة الناخ بوقت ليختار أنا عم بقول في حالي وصل إلى البلد لا يجوز عن تستمر على مستوى الأداء السياسي على مستوى الإدارة على مستوى الاقتصاد الوضع الاجتماعي كلنا شايفينه اليوم إذا بتقري بكل الصحف اليوم افتحي جريدة النهار سترولا وشوفي ما هي شروط مساعدة لبنان بمؤتمر سدر مزبوط ولا لا بسدر طيب بدهم إصلاحات حقيقية ملموسة مش إصلاحات حقيقية ما حيمولوا ولا إرش إذا ما لمسوا هذه الإصلاحات بين إيديهم إذا ما شفوها ما فيش اسمه وعود ومصدر دبلوماسي فرنسي أبدأ انزعاجه من كلمة رددوها كثر في لبنان وهي أنه بكرة بيمشي الحال محطوطة مذكورة اليوم عن مصدر مسؤول هذه المسألة أنه عم بيحكي مع المسؤولين اللبنانيين أو جزء منهم أو بعضهم ما بعرف أنه لا ما رح يمشي الحال إذا ما شفنا تقدم حقيقية الجواب عننا أنه لا بكرة بيمشي الحال كيف يعني بيمشي الحال في خطوات جدية وجذرية لابد أن تأخذ في الإدارة اللبنانية حاجة بقى نتلاها بتوزيعات طائفية ومذهبية من الفئة الخامسة للفئة للفئة التانية بالدولة اللبنانية وآخر شيء منيجي منقول كيف بدأت أنه في ترهل وفي ضعف بالإدارة وفي فساد وفي رشاوة كيف الإدارة بتنضبط إذا ما القانون اللي ضبطها إذا ما القانون اللي ضبطها وإذا ما الكفاءة هي اللي دخلت على الإدارة نعمل امتحانات لمجلس الخدمة المدنية آخر شيء منوقف لهم لأنه ما في توازن طائف لأنه ما في توازن طائف سجال الكهربائي استيزافر بتفكر المجتمع الدولي عم يتفرج عليه يعني مرح الجلسة ما رأيت التي هي أحسن كهربائيا مثل معالة كاريكاتور الشرق اليوم وقات سليمة مثل ما بيقولوا بس هذا السجال والاتهامات بالفساد عم نشوف الكاريكاتور بالفساد بين الوزراء وبالتنفيعات وغيره المجتمع الدولي ما عم ينتبه له لا لا أكيد عم ينتبه له مش قصة عم ينتبه له هو منتبه له ما هو بيعرف شو فيه بكهرباء لبنان وبيعرف شو فيه بالإدارة اللبنانية وبيعرف شو فيه بتلزيم المشاريع وبيعرف وين الصفقات كتير منيح وبيعرف من شأن هاي كيف بده يجي يساعد بتمويل 17 مليار دولار بالمشروع اللي اقترحته اقترحته الحكومي واقترحه دوتا رئيس سعد الحديد كيف بده يمول إذا هو مش ضامن إنه هذه الأموال عم تنفق بالاتجاه الصح وبالمكان الصح وبالتالي بدون بدون فساد في عنا بهالموضوع خلص نحن مشبوهين بهالقصة يعني ما نمزح مع بعضنا فيها مشبوهين بهالقصة بعد في وقت قبل نسان خليني لا لا مش سهلي مش سهلي لأنه إذا بترجع إلى فترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقت اللي كان يروح على المؤتمرات الدولية اللي دعم لبنان نعمل خطوات جدية باتجاه الإصلاح يعني فيه أكتر من خطوة تمت استند لقلة في عملية في عملية في عملية الإصلاح وحدة مننا إذا بتذكر وحضرتك بتذكر وحضرتك صحفية وإعلامية الشي اللي صار بوزارة الإعلام أنا ذاك إذا بتذكر الشي اللي صار بوزارة الإعلام أيام الوزير غازي العريضي عمل خطوة إصلاحية بالوزارة. عملت مشكلة سياسية في البلد مع كل الأطراف السياسية أنا ذاك. ولكن شكلت مستنع بعملية اليوم الموازنة هي الأساس؟ الموازنة واحد. الموازنة مؤكيد. بس شو؟ على علمك الموازنة مثل معالة اليوم المستقبل ستنجز مع مطلع الأسبوع؟ يعني هذا المطروح. فيه كلام عنه رح تتحول سريعا على المجلس. لكن الموازنة مش مجرد طرح الموازنة. ما ستتضمنه؟ ماذا ستتضمن الموازنة من إصلاحات؟ اسمحي لي أقول أنه ما في إصلاحات بالموازنة. ما فيه؟ أبدا؟ أبدا. مش التخفيض 20% إصلاح. نين؟ نين؟ مش مش بداية إصلاح؟ تعرفي. تعرفي حضرتك أنه مسألة الكهرباء مش مرأة بالموازنة. أه بعرف. مفصولة. ليه؟ ليش هي؟ أنه لنخفف عجز لنخفف العجز. رقم العجز منشيل الكهرباء ومنحطها برها لنقول أنه الموازنة عجزة نزل. هذا شو بيغير بالواقع؟ الأصم الأكبر من العجز بيروح للكهرباء. شو بيغير بالواقع هذا يعني؟ إذا شلنا الكهرباء من الموازنة يطلع معنا الرقم بالآخر. في خفط بالعجز بيتغير شي بمسأل الكهرباء. برح يترافق مع حل الكهرباء حلوة لو مؤقت. يعني هذا الإخراج. كبير على هذا الموضوع. شو ما وقف الحزب الاشتراكي النهائي من هذا الموضوع؟ نحن كنا ولا زلنا مع المعامل. بكل صراحة. صارنا عم نجادل بمسألة الكهرباء سنوات وسنوات كنا عملنا 100 ألف معمل فيهم. كنا عملنا 100 ألف معمل. 2. مسألة البواخر. عذرا يعني مش نحن كأطراف سياسية قلنا في إشكالية بهذا الموضوع. مدارة المناقصات هي اللي حطت رأي بهذا الموضوع. مزبوط ولا لا. فبالتالي بكل الأحوال كل هذه الملفات ما عم نعطي صورة فيها على الإطلاق. لا بالشكل ولا بالمضمون بأننا نحن رحين بخطوات إصلاحية جدية. حرصا على العهد. حرصا على تجربة هذه الحكومة. وبالتالي إعادة الانطلاقة بعد الانتخابات النيابية من جديد. لابد من أن نوضع خطوات ثابتة وجدية باتجاه عملية الإصلاح. باتجاه مكافحة الفساد. من أين تبدأ بهذه الخطوات؟ من أين تبدأ؟ بالملموس؟ وين ما بلشت؟ وين ما حطيتي إيدك بتشيلي إصلاح؟ وين؟ وين ما بدك؟ خلينا بكل الدوائر. أيهن خلينا نسألك بطريقة تانية اللي ما بيعملوا معركة سياسية؟ أيهن اللي ما بيعملوا معركة سياسية؟ فشو لا واحد يتعملش معركة سياسية؟ ولأقلك لاش؟ كل الدوائر فيها توظيفات سياسية مش توظيفات على أساس الكفرات. هلأ بعد التوظيفات ناشية؟ كل الدوائر بشو لكين؟ هلأ هلأ في ميومين بالكهرباء عم يخدوهم. تعرفي قصة الميومين كل مشكلة الميومين هلأ في ميومين بالكهرباء عم يخدوهم. شو التبرير؟ ما بارد. والله ما بارد. هلأ لأنه في انتخابات؟ يمكن ما بارد. ما بارد. يعني بتعتبر انتفاخ القطاع العام هو المشكلة الرئيسية؟ هاي دي واحدة من المشاكل. هاي واحدة من المشاكل. مش بس الانتفاخ الوظيفة. هاي واحدة من المشاكل. بتنزلي ع الدوائر هلأ. ما علشان. نعم. بتنزلي ع الدوائر. خلينا نعمل هيك نكلف فريق. ينزل يبرم بكل الوزارات. بتشوفي موظفين مش عبيشتهم. هاد إذا شفتم. طيب. بتشوفي موظفين يمكن موجودين. بس ما لهم شي يعملوه. يعملوه. طيب. هاي دي التوظيفات والتنفيعات حصلت. شي. حصلت. بس هل ممكن معالجة هيدا الأمر. أو إيقافه على الأقل. أو إيقافه. عدم الاستمرار فيه. عدم الاستمرار فيه. بتروحي على كل القطاعات القطاعات التانية. بتروحي على مسألة التربية. وين هي سياسة الدولة التربوية؟ وين؟ انت مع الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة المسائل. في بعض الأمور ايه. ربما بموضوع الكهرباء تحتاجين لشراكة القطاع الخاصة. حتى بالتربية في فترة كان في فكرة أن المدارس الخاصة الناجحة والكبيرة تتولى إدارة مدارس رسمية بالمحيطة. نحن ما عنا مشكلة كفاءات. انطرحت هالفكرة؟ ما عنا مشكلة كفاءات بالتعليم الرسمي. مش صحيح. ما عنا مشكلة كفاءات. بس أنا بقل لك شو المشكلة؟ إذا ما في مشكلة كفاءات ليش بدون نحط الأساتزي والمدارس الرسمية خليني أقول لك والمدارس في مدارس رسمية وثنويات رسمية تعطي نتائج أهم من المدارس الخاصة. مزبوط. مزبوط ولا لا. بس مش بكل وأوائل في لبنان. يعني هو لا يجوز التعميم. المشكلة آي بس. المشكلة مش بالكفاءات. أنا هذا اللي عم بقوله. المشكلة مش بالكفاءات. فإذا. المشكلة بالسياسة التربوية اللي هي غير موجودة. غير موجودة. عم بيحكي على المستوى بشكل عام. مش عم بيحكي هلأ الآن. لح تاني ما يفهم الغلط. كأنه مع الوزير. لأنه مع الوزير مروان حمالي اللي عم يبدو الجهد كبير بهذا القطاع ليل النهار لمحاولة تفادي يعني الأسوأ بقطاع التربية. طالما أشرت للتربية اليوم. ولكن أنا بعطيكي مسأل بسيط. بتشوفي بكل المناطق اللبنانية مدارس. نعم. مدارس. فيها أساتذي أحيانا أكثر من الطلاب. نعم. ولا قدرة لوزير التربية على أقفالة نتيجة الوضع سياسي معين أو قرار سياسي معين أو عدم موافقة سياسية من هذا الطرف أو ذاك. حتى التربية يخاض على المحاصصة. حتى التربية يخاض على التوزيعات. للأسف. هذا وقعنا هايك بالصحة نفس الشيء. شو بالصحة اختلفت. ما في وزارة في البلد بنحط فيها سياسي معينة. وتستمر هذه السياسة بشكل مؤسساتي طبيعي. فيه مشكلة بإدارتنا السياسية لكل هذه القطاعات والملفات الوطنية والأساسية بالبلد. هذا الموضوع طالما أشرناه. وقبل أن نأخذ البريك. اليوم ماشيطة الأخبار كانت عن سباق تربوي بين الانفجار والانفراج بقصة المعلمين بالقطاع الأخاص. لجهة كيفية التعامل مع الدراجات الستية اللي أقر قانون الستة وارمين. طالما فيه مدارس قدرت تلاقي حل. ومن فترة ما عادت التزمت بالإدراب. ليش ما يعمم هذا الحل؟ قبل قصة الضلت ثلاث سنين أو أربع سنين مسأل سلسلة الرتب والرواتب ينحكى فيها قبل أن تقر. أنا بعرف مدرسي معينة ومحددة. بعرف تماما. بدأت بالزيادة من وقت ما بلش نحكى عن السلسلة. وعلى مدى ثلاث سنوات الزيادة عم تحصل. معظم هذه المدارس. وعندما أقرت السلسلة أيضا زادوا بحجة أنه بدنا نزيد للأسد. يعني الزيادة إذا مش أربع مرات ثلاث مرات بالحد الأدنى حصلت في المدارس الخاصة كلها سواء. كمان هذه إشكالية على يجب أن تتابع. مش بس بحجة أنه نحن وحق للأسد زيادة أنه ينزاد لهم. ولكن هالمدارس زادت على مدى سنتين ثلاثة. الزودي حصلت على مدى سنتين ثلاثة. وبالتالي في إمكانية كبيرة لأنه هي تغطي للأسد زيادة بالتعليم الخاص. أعتقد أنه ليس مستحيل لتعالج المسألة في موازنات بالمدارس. يجب أن يكون هناك إشراف من وزارة التربية عليها بشكل دقيق. لمعرفة تطور هذه الموازنات بالمدارس الخاصة. لماذا هذه الموازنات يتم نفخها أحيانا بشكل أو بآخر بحجة مصاريف للمدارس. وبالتالي منقول للأستاذ ما في إلك زيادة لأنه لازم نزيد الأقصاد. نرجع منزيد على الأهل أقصاد بحجة المحرقة. يعني هلالتلميس كبش المحرقة بكل أهل معموعة. في الأهل يدفعوا ثمان. ولكن بكل الأحوال لا يجوز لا للأستاذ بالتعليم الخاص ولا الإدارة بالتعليم الخاص. حرمين الطالب من حقه في التعليم بحجة هذه المسألة. بأي حال بس لن نصلح الغلاف حول العنوان التربة وهو بجريدة الجمهورية. مش بجريدة الأخبار عن السباق بين الانفجار والانفراج. بالمناسبة الأستاذ مروان إحمادي طالب من مجلس الوزراء من فترة طويلة. جلسة مخصصة للتربية. لأنه هناك رؤية عنده يريد أن يطرحها. بعد ما حدث في تجاوب مع هذا الطلب. إن شاء الله بتصير. بعد الفاصل من انتبع بقية المواضيع مع أكذاف الناصر. لحظات ونعود. في الصورة على صفحة الأولى لجريدة المستقبل. نبدأ معك الأسم الثالث وهو ملف الممثل زياد عيتاني. تحت عنوان خروج عيتاني مرتقب نهاية الأسبوع. منشوف بها الصورة وهي بعدسة جورج فرح. لافتي جرى رفعة بالأمس أمام منزل عيتاني استعداداً لاستقبله. فور إطلاق صراحه. كيف قرأت هذا الموضوع استذافر؟ أو كيف تعلق عليه إذا هيك أهياً؟ طبعاً ما بقدر بالدعي أنه بعرف تفاصيل هذا الملف. ولكن بحد ذاته ما حصل في ضيحة. بحد ذاته ما حصل في ضيحة. بانتظار طبعاً نتائج النهائية لكل هذه المسألة. آخر شيء القضاء بيحسم القضاء بيحكي. القضاء بينهي الكلام بهالموضوع. ولكن هذا واحد من الخلل الموجود عندنا. هذه إشارة ظاهرة بتقليك عن الخلل الموجود عندك بمؤسساتك. كان الموضوع أخذ على وكأنه بين الأجهزة الأمنية. مبارح الرئيس سعون أقفل الباب أمام الحديث عن عمل الأجهزة الأمنية. بدعوته للالتزام بالأولين. وغض النظر حتى لو كان صراع بين الأجهزة هذا خلل. الأجهزة يجب أن تتكامل. تتكامل ما تتصارع. مش تتصارع. بس أنه تحصل مسألة من موقع مسؤول. هدى عم نحكيه بالأمن هدى. هدى عم بيحصل بالإدارات الثانية كلها سوى. نموذج يعني. تشفي الانتقام. آه. في حالة غير صحية بالبلد. عند عدد كبير من الأشخاص اللي هن بمواقع مسؤولية. والناس بتلمس هذا الأمر. الناس منها بمعاملاتها اليومية بتلمس هذا الأمر. تعرف الموظف المسؤول كيف عم يتعطى معه. إذا عم يتعطى بروحية المسؤول اللي عم بيخدم خدمة عامة. والله عم يتعطى بروحية تانية. الموظف اللي عم بيبتز. الموظف اللي عم بيبتشي. الموظف اللي غارق بالفساد لديناه. كل هايدي نمازج موجودة بمؤسساتنا. ما فينا نحكي عن إصلاح بدون الغوص بعمق لهيدي الحالات اللي موجودة. يعني بدأ ورشي على سعيد كل الوطن. بدأ ثورة. بدأ ثورة بالإدارة. بدأ ثورة. مش إنه عم نحكي هلأ. ما عليش أنا عم بيحكي كلام بعرفه. وأنا بروح على الإدارات. أنا بشوف. أنا بعمل معاملات. مثلي مثل غيري من الناس. مثلي مثل غيري من الناس. كل واحد أهله أخته. واللي بيعرفهن. واللي عم بروحه ويتردده. ليخلصوا معاملاتهن ويخلصوا أمورهن. فيش مواطن لبناني بيروح على دايرة إلا ما بيرجع شاكي. فيش مواطن لبناني ما بيقول أنا دفعت هالأد وعملت هالأد لسهل هالورقة أو أعمل هالورقة. بتحدى مواطن لبناني يروح على دايرة وما يرجع عم بيحكي هاك. ليش بعدها هالذهنية هي اللي سائدة؟ لأنه بس ما يكون عندك الأنون هو اللي يحكم على الكلم. هذا واحد اتنين. بس ما يكون عندك محاسبة على أساس الأنون. يعني فيش موظف بيرتكي بمعلي. كانوا قبل يقولوا الرواتب قليلة وغيرها. عملنا تجربة بوزارة الصحة مع الرفيق وائل بفعور. نعم. مزبوط ولا لا. تذكري كيف قامت لأيامي وقت اللي سريع يسمي المؤسسات اللي فيها خلل بأكل الناس. بصحة الناس. تذكري لأيامي كيف قامت وقتها على هذا الأمر. يعني في عندك شيء مرتبط بصحاب المصالح. مرتبط بالمؤسسات والشركات الخاصة الكبيرة. في شيء مرتبط بنظام مصالح طويل عريض بالبلد. حتى الوزير وقل بفعور لم يسلم من الاتهامات بعدين بنهاية المطاف. حكما. قصة الاتهامات. اضطرروا من سياسته الإصلاحية ومواجهة الفساد. حكما رح يحكم. بس هالاتهامات عم تخوف الناس. يعني اليوم حنة صالح قال هيدا رأس جبل الجليدي. وصارت قصة رأي عام لبناني. يعني بخاف أنه يتفبرك له ملف لسبب من الأسباب. صحيح. ما صحيح. ما هيدا اللي أنا عم بقوله. هيدا الاتهامات اللي بدون. لما الوزير عندك بالدولة. ما علش. مثل الوزير بفعور عمل هالخطوة الكبيرة. عموة مستوى وزارة الصحة. ولم يسلم من أذى هالمنظومة المصالح اللي عم نحكي عنها. أو إذا بترجعي كمان حالات عديدة بالتاريخ اللبناني. كمان كان فيها إصلاحات وإنجازات. وأيضا أصحابها لم يسلموا. أحيانا كان في إلهم حمايتهم السياسية. أحيانا لا دفعوا الثمن وقعدوا ببيوتهم. نعم هذا النموذج اللي عم بتشوفيه بموضوع زياد عيثاني. بغضا نظر عن التفاصيل. أنا ما بدي يعني نصب نفسي. خوف الناس هذا الأمر. هذا عم يحصل. ذكرك بزمن الوصاية. هذا عم يحصل كل يوم. هذه ذهنية عم تحصل بكل الإدارة اللبنانية. وبكل المؤسسات اللبنانية. المواطن غير محمي. المواطن اللبناني غير محمي. شو بدوا يحمي غير القانون؟ في ناس بتحميهم الواسطة. وفي ناس بيحميهم الغطى السياسي بلبنان. وفي ناس عم تحميهم تدخلات من هنا أو من هناك. بتخلص لهم أمورهم. أو بتحميهم من الأذى من هذا المسؤول أو ذاك. للأسف هذه الشريقة. هذه الفوضى هي اللي حاكمي الأمور. يعني ماني عم بحكي شي جديد. يعني مزبوط وقت بيقوله المرشحين المستقلين الجداد. أنه صوته بيننا وبين المشهد اللي شايفينه من الطبق السياسي. خليني أقول. هذا نقاش آخر. لأنه معادلة البلد وتركيبة البلد ومكونات البلد. مسألة أصعب بكثير من أنه يتم التعاطي معها بهذه. ولكن العديد من العنوين اللي عم بيحملوها هو الشباب محقين فيه. العديد من العنوين محقين فيه. مشكلة إذا بدي سمي ما بدي. لأنه نحن يعني توجهنا العام هو التفاعل الإيجابي مع ما يسمى المجتمع المدني. بمختلف التفاعل الإيجابي معه. الإشكالية مش هون. الإشكالية أعقد بكثير. الإشكالية سياسية في لبنان. ولكن نعم هناك مسؤولية على الأطراف. كلها سواء القوى السياسية والطبع السياسي. إذا ما أعادت النظر بأداء. ما في حدا. هذا اللي عم نحكي عنه. هذا مش إنه ما حدا مسؤول عنه. إذا كل حزب بقول فيه مشكلة وفيه فساد وغيره. هللي عم بقوله. إذا الكل اللي بيشكو. مين الفاسد واللي عم يعمل التجاوزات. هذا اللي عم بحكي عنه. أنا لحد تالي ما بدي نحنا كطرف سياسي عم بقول. نحنا يعني الواحد اللي يبلش صح بهذا التفكير. بده يقول هو بيتحمل مسؤولية. أنا عم بقول نحنا طرف سياسي نتحمل مسؤولية. نحن نتعاطى بهذه الذهنية. ونحن نتعاطى بهذا التفكير. ونحن نقول للمواطن نحن مسؤولين اتجاهك. نحن مسؤولين اتجاهك. من شان هيك نحن عم نقول بملف الكهرباء. رأينا بصراحة وبيوضوح. ولو عملنا مشكلة سياسية في بعض الأحيان. مع بعض الأطراف السياسية. من شان هيك عم نقول. بالإدارة لابد من إصلاح. من شان هيك عم نقول. بالاقتصاد كل يوم. كل يوم رئيس الحزب عم بنبه من خطورة الوضع الاقتصادي سترولا. كل يوم. كل يوم. من أربع سنوات. من وقت اللي انطرحت. وخليني هون قللك. من وقت اللي انطرحت مسؤول سترولا. برواتب. خليني ارجع اذكر كمان. من أربع سنين أو خمس سنين. عندما قال رئيس الحزب لال الزيادة بدون ضمان موارد. إذا بتذكري هذه السيغة بهذه الفترة. ووضع 14 بند بشكل واضح. اعتبروا أساس لعملية البدء بالإصلاح في الإدارة اللبنانية. 14 بند لازالوا. يعني كلنا سوى نتذكروا عن الضريبة التصاعدية. وشو ما بدنا نعد من عد. من آن ذاك ورئيس الحزب ينبه رئيس وليد جملات من خطورة الوضع الاقتصادي. لوين رايح. اليوم الكل عم يلمس هذا الواقع لمس اليد. وبالتالي من هون نحن نبلشي مسؤوليتنا. نحن مسؤوليتنا بتبلش من أنه نرفع الصوت ونقول لكل الأطراف. خلينا نتحمل مسؤولية جماعية بدون مزايدات. ما حد عم يطرح مزايدات سياسية. مزايدتنا السياسية على بعض ما آخر شي بتوصلنا للمهوار. خلينا نفكر بتفكير وطني. بإرادة حقيقية لنحط أساس لها العملية الإصلاح ومواجهة الفساد. مقاربة الوضع الاقتصادي أيضا بمسؤولية لحتى لنوصل لبر الأمان كرمال أجيالنا. ما بالك عم نحكي عن الكهرباء هلأ. ما بالك بكرة موضوع النفط. فالنموذج الحالي هيك لا نختم بنعم أو لا. للحكومة الحالية. هو الكفيل بأن يضع الأمور على السكة الصحيحة. بعد الانتخابات هذا النموذج القائم. خليني يقول أنا ما بدي لا شك بأن إرادة دولة الرئيس سعد الحريري إرادة صادقة في أن تاخد لأمور المنحة الإيجابية بالبلد. نعم. وتماما أنا بعرف أن الرئيس سعد الحريري يدرك تماما من موقعه السياسي والوطني وبالإرث اللي بيحمله. يدرك تماما بأنه لتحقيق هذه المشاريع الكبيرة على مستوى البلد لابد من قاعدة إصلاحات معينة. لابد من قاعدة إصلاحات معينة. وبأعتقد هناك خطوات سواء الخطة لموضوعة على ثمان سنوات أو غيرها من الخطات. ربما يكون في ملاحظات عليها. هذا كمان نقاش آخر. ولكن هناك إرادة هناك نية لدفع البلد للمستقبل قدما نحو الأفضل. طبعا رئيس سعد الحريري بنهاية المطاف لوحده يعني. إيد وحده ما بتزأ. بده الكل يلاقي على منتصف الطريق بالخطة اللي على الأقل عم بيحلم فيها للبلد. أساس كل شيء الأصلاح. هذا الأصلاح ما بيحتاجش خطاباته بيحتاجش تنفيذ على الأرض. بيبلش من أصغر إدارة لأجمال إدارة. أمين الشر العام بالحزل الاشتراك لأستاذ زافر ناصر. شكرا جزيلا لحضورك. بهالخلاصة بكل صنة لختام الحلقة. شكرا. شكرا للمشاهدين على المتابعة. وإلى اللقاء.